مشاهدين زي ما احنا متعودين دايما كاميرا صباح الخير يا مصر بتكون موجودة لرصد كل ما هو جديد وكل ما يحدث من فاعليات في مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين معز منا كريم بيبرس كريم صباح الخير قولنا ايه الجديد اللي عندك صباح الخير يا أحمد وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر يعني لسه زي ما انت قلت كده الكاميرا صباح الخير يا مصر على طول متواجدة في العالمين بنرسل دايما ايه اخر الفعاليات اللي موجودة في المهرجان سواء الصبحة سواء بالليل سواء نشاطات الرياضية المختلفة سواء الحفلات اللي بتحصل كل ده احنا بنتابعه سواء عشان ننقل للناس ايه اللي بيحصل خطوة بخطوة عشان كمان نقدر نشجعهم ان هما يقدروا ييجوا في اوقات فراغهم بزيادة ان احنا في الصيف دلوقتي يقدروا ييجوا ويستمتعوا بالاكواء وديه يمكن النقطة الاهم اللي عايز اتكلم معاكم فيها النهاردة فكرة الجو يعني احنا في فترة من الصيف الوقت فيها بيبقى شديد الحرارة جدا جدا لكن يمكن من حصنا حظنا الحقيقة انه اللي يمين دول فعلا سواء ان الصبح او بالليل فيه نسمة هوا جميلة جدا جدا الشمس مش حمية بدرجة قوية اللي تخلي الناس نقول لا احنا في عز الصيف مش هنقدر نتحرك بالعكس الاجواء مشجعة جدا جدا اللي حابب ييجي قضي وقته هنا في العالمين الجديدة سواء على البحر او حتى سواء في الحفلات اللي بتحصل بالليل حتى مبارح بالليل كانت الهوا كان جميل جدا جدا كان فيه نسمة رائعة موجودة على الكورنيش الاهالي كانت مزدحمة كتيرة جدا على الكورنيش مبارح الشباب نزلوا الاطفال كمان قدروا انهم يتحركوا براحتهم مبارح الكورنيش يمكن منصق ومنمق بطريقة جميلة بحيس انه الاطفال يقدروا يتحركوا بالعجل يقدروا يتحركوا بالبتناج يقدروا يتحركوا زي ما هم عايزين اهلهم يقوموا متطمنين عليهم فالرؤية بشكل عام كانت الحقيقة مبارح بالليل جميلة جدا جدا ولسه ما زالت النهاردة صبح يمكن على الشط جنبي الناس موجودة في البحر فعلا قدروا ينزلوا واستمتاعوا بوقتهم دي نقطة مهمة جدا في فترة الصيب كمان الحقيقة انه فيه مصرح ليه العروض المختلفة للفرق اللي بيطلق عليها الاندر جراوند او الفرق الصغيرة اللي بتؤدي اغاني او كلمات هم عملوها بنفسها او توزيع موسيقى خاص بيهم بيبتدوا هم يتحركوا خطوة خطوة او يطلعوا خطوة خطوة ده بيبقى نوع من الموسيقى الدارج اللي طبعا بيحبوه الشباب جدا موجود الحقيقة فيه فترات مختلفة على مدار الاسبوع ما هياش وقت سابت لكن فيه مكان خاص للاستعراضات دي او للحفلات الغنائية الصغيرة موجودة برضو فيه الممشى الجديد فيه العالمين الجديدة قدام الفنادق او قدام الابراج التلاتة الجديد اللي موجودين في العالمين كمان عايز اقول لك احمد اقول للاستادة المشاهدين انه مش بس هيكون عندنا يوم الخميس الجاي زي ما احنا عارفين الموسيقار العالمي عمر خيرت لكن كمان هتكون الفنانة كارول سماحة بالاضافة للفنان الكبير بهاء سلطان الحقيقة انه بهاء سلطان يمكن ليه ميزة خاصة وليه جمهوره الخاص خصوصا طبعا بعد قصته الملهمة وتحوله وتدريبه وتغيره بشكل كبير جدا انه حقيقة يعني الناس منتظره بشغف كبير جدا جدا الحقيقة حفلة بهاء سلطان الخميس القادم بالاضافة ليه حفلة بصار اكباري يوم الجمعة ده طبعا الحفلات اللي موجودة دي ما بتغنيش خالص عن البطولات والنشاطات الرياضية المتنوعة اللي موجودة في المهرجان في نسقته في الفين تلاتة وعشرين اللي بيجي داحت شعار زي ما انت قلت وزي ما احنا دايما عارفين العالم على مين الحقيقة النشاطات الرياضية هتتنوى على مدار الاسبوعين الجايين او على مدار الحاجة وعشرين يوم اللي متبقين في المهرجان اللي هينتهي في ستة وعشرين اغسطس واللي بيستهدف تقريبا نصف مليون زائر بنتكلم على نشاطات رياضية مختلفة على بطولات مختلفة زي كرة الطائرة الشاطئية الحقيقة اللي هتكون موجودة البطولة اللي هتلف في العالم وهتلف كذا مدينة لكن قررت انه يكون ليها دور السنة دي في العالمين الجديدة بالاضافة طبعا لبعض العابش الرياضية المختلفة زي السباق الثلاثي اللي قداروا يتحركوا فيه عدد من المسارات سواء سباحة سواء جاري سواء ركوب عجل وبالفعل صفحة المهرجان نزلت خلاص المساري اللي هيكون فيه هذا السباق الترايثلون او السباق الثلاثي عشان كده دايما بنقول انه النشاطات متنوعة الحاجات مختلفة موجودة في العالمين الجديدة واكيد هتبقى مستنيين نتابع مع بعض الايام اللي جاية ايه اخر نفسات اللي موجودة والان برجعلكم مراجعة يعني يا كريم احنا كل يوم بنشوف من اسبوع لاسبوع حفلة ويك اند مختلفة وبنقول خلاص بعد ما وصلنا ليه الكنج محمد مونير وحميد الشعيري الجديد خلاص بقى يعني اعتقد ادارة المهرجان مش هتلاقي حد افضل من كده تجيبه فانت تقول لي ان عندنا عمر خيرت وعندنا بهاء سلطان رايحين لفين فين لفل الوحش بقى يعني عاوزين نشوف كل يوم في جديد حاجات مختلفة عندك يا كريم وانا بصراحة قاعد هنا بحسدك على وقفتك قدام البحر ونسمة الهوى الجميلة اللي احنا شايفينها في الصورة دي وليود يا بختك يا كريم شكرا لك كريم بيبرز من مدينة العالمين وفي الحقيقة دايما يعني بترصد لنا كل الاجواء اللي موجودة عندك وبنحس اللي انت ودتنا العالمين واحنا قاعدين هنا في القاهرة ويعني يا رب يا رب نيجي للعالمين نشوف اللي بيحصل عندك واجازك لنا ناخد اجازة يومين تلاتة ونستمتع بما يحدث من عظمة وابهار بتبهر بي مصر وتكشف عن وجه جديد لها في مدينة العالمين الجديدة المدينة اللي ما اصبحتش مدينة موسمية بتشتغل التلات شهور الخاصة بيه لصيف فقط زي ما كانت في الماضي لا هي بتقدم نوع جديد من السياحة بتقدم نوع جديد من الحياة لكل المستويات وكل الشرائح الاجتماعية تحديدا في العالمين طوال ايام السنة ويمكن السبب الرئيسي في ده وجود جمعة وجود مدارس وجود خدمات تقدر تخلي المواطن يقدر يعيش هناك طوال ايام بس انا بنشكرك كريم مرة تانية